أعلنت السلطات العراقية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع السورية بعد فرار سجناء من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الحسكة السورية وقالت قيادة عمليات غرب نينوى إن الحدود مع السورية مؤمنة بالكامل من خلال جاهزية القوات الأمنية في منع تسلل الإرهابيين وكانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت بانفجار سيارتين مفخخاتين عندما داخل سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة والذي تسيطر عليه قوات قصد ويضم ألفا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي